والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أول حاجة جزا الله خيرنا الإخوة المتحدثين وأخونا مازين جزا الله خير إطلاحظتم يا جماعة وقاعدين في الحلقة أخونا ذا بيتكلم قال يا جماعة البركة دي من الله واعترض معطرط في الحلقة دي وده دليل على أن الشرك موجود قدامنا أبو فركة واحد كاتب أبو فركة قبل شوية بعدين في الحلقة واحد جاي ماشي بيجاي يا سيدي الحسن تلحقنا شفت الشرك ده ما ذاير لك واسا ما تقول الناس دين بيتكلم في الشرك والناس مشركين راق دين أقوع الشوية بتشوف مشهد بتاع الشرك ماشي بيجاي والبيقول أنا ذاير البركة من الشيخ أول حاجة البركة من الله ده ما كلام مازين أخونا جزا الله خير ولا كلامي ولا كلام طايفة الكلام ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عند البخاري قال البركة من الله البركة ذي من الله ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان اللي بيحتردنا ما بيحترد علينا ولا بيحترد على أخواننا ولا بغيزنا لأن ذا دين الله عز وجل أدحق الله البركة من حقوق الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك الله ذو البركة التي ينزلها على عباده والبركة هي الخير والنماء والخير والنماء من الله جل وعز وإن شاء الله أتعرض إليها في حديثي يقول الله جل وعز ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء في هذه الآيات نقف معها بالراحة بالراحة ربنا قال ولا تدعو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم شو بيخاطبه بيشنو بالراحة خلي بالك معاي وخلي بالك مع كلام النبي كلام الله عز وجل والإنسان خاش علينا اللمضان القرآن يتدبر مش أرد القرآن ساي لأن زور البقر القرآن بدون تدبر في آياته ومعرفة معانيها دا زي اليهود ربنا قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمانية يعني تلاو ساي ما بعرفوا معانيه ما بتدبر أفلا يتدبرون القرآن ربنا يسأل القرآن جاء ليتدبر ويعمل بما فيه قال ولا تدعو الدعا شنو؟ الدعا جماعة ذا عبادة أي مسلم يدعو الله وكل من يدعى كان قال يدعى الإسلام ساي يدعو الله في صلاته شيل لنا الفاتحة يا مولانا تشيل معا ربا اللهم ارحمنا واخفر لنا الجماعة يأمنوا إت لما تشيل الفاتحة تقول يا الله ترحمنا وتغفر لنا وترزقنا وتجيب لنا الزباين إت دعيت الله ذا الدعا ذاته إت دعيت الله وإت عبدت الله لأن الرسول صلوح قال الدعاء هو العبادة رب يغفر لي رب يرزقني إت نادية الله ودعيته عبدت خليت بالك معايا إت عبدت لما تقول يا سيد الحسن زي الزولة جماشي معانا بدي مدى اللي مرقلك برا يا سيد الحسن تلحقنا قبل شوي قال يا الله ترزقنا عبد الله قال يا سيد الحسن تلحقنا عبد السيد الحسن ولا ما عبدوا يا ناس ما يهد دع ذاته ما يهن دا ذاته وسيد الحسن وينه واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون سوى شنو عشان الناس تنادي وتنده خلق منه خلق نفسه فقير إلى نفسه لا يملكون موتا وفي آية أموات قير وحية ولا يشعرون أيان يبعثون ميت مدفون ليهو كم سنة وين حالو في جنة ولا في نار بيسمع شنو يحتاج إليك فددع الدع تنادي الله عز وجل وقال ربكم دعوني الله قال لك دعوني يا زول ربنا قال لك رجع لي لو كنت وسخار وسخ من هنا لسه ما ربنا بيقبلك ويخفر ليك إذا رجعت له وناديت برا وحدت وندهت برا قال لك دعوني وتعال لي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك دون الله خلي بالك من دون الله براحة يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم الجين كلهم الله ولدون الله إذا قلت الله هذا موضوع ثاني تبقى كافر كفر شديد إذا قلت الناس دي كلها الله والمسلم يقول لك طبعاً ديل ما الله ديل الخلق لي الله ديل المربوبين من الله معنات ما تدعوهم إذا كان النبي صلى الله ربنا خاتبه قال ليه ما تدعو ومعناتها لا ينفعوك ولا بدرك لأن الآية دي فيها ذليل على إنه الذي ينفع وبأذه النفع الضر هو الله جل وعز ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين الظالمين هنا شنو؟ المشركين لأن الظلم ربنا ذكر كما في وصية اللقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أكبر الظلم أكبر الظلم تشير حق الله ربنا قال نادوري أنا البلحق أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء والأرض أإله مع الله قال أنا البلحق وبكشف المكروب وبكشف المضطر البنداني بالقاني شهالوا الدول الشيوخ في ظلم أكتر منكي تظلم الله شين حقه تدلي مخلوق تدلي ميت ليه زول بيبشي الحمام وبيمرط وبسافر وياكل ويشرب يا رأس بدخلوا عندكم عقل ده أكبر الظلم تشير حق الله وتدلي غيره وتدلي خلقه شهالوا وير يا مولانا شهالوا شهالوا لمن تلقى لمن تلقى الناس تجي ماشى تقول يا سيد الحزن تلحقنا ولمن تلقى الأسياء الزات ما تقول لي دي لجهال الأسياء الزات يقولوا نادونا مريدي تعبسك به لك البشرى إذا كنت في هم وغم فقول يا مرغني وربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أنا قال لي لأجيبك وهنا قال ليك أنا لأجيبك وأجيك به سرعة شوف الزول ده نازع الله كيف والناس دين إحنا ما عندنا معهم مشكلة ولا قضية ولا بعرفون ولم نعرفون ولا سبون لكن شالوا حق الله العبادة حقت الله الدعا بكون لي الله الذبح بكون لي الله النديها بكون لي الله علم الغيب حق الله قال لي قبل شوية يا أخونا بيقولوا قوماك نزاور للأولياء الأغطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر الأولياء قال بيعلموا الغيب وربنا الله ونحن مسلمين بيقول في القرآن الكريم قل لا يعلموا من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله الله وحدوا لبيعلموا ده قال علمي براي علموا الغيب فلا يصحروا على غيبه أحدا قالوا لا أوليانا بيعلموا الغيب جوه وبره زاهر باطن خلوا لي الله شنوه ده أكبر ظلم شالوا حق الله واخدتوا لي نفسه ودوا لي أوليائهم ودوا لي شيخهم ده بزعين الناس حق الله يا ناس المابز على في حق الله تعرف هيتو شنوه وفي ظلمك ترمي كذب من أكتسين حق الله وتدلي غيره ربنا توالي أردف بقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ربنا كان رادك بيضر ما بزول بيكشفه غيره والله إحجاب ما بيكشفه كتبت أبو فركة ما كتبت ما بيكشفه كتبت ما كتبت في عربيتك في دكانك علقت كمون علقت حجبات ما بزول ما بيكشفه فلا كاشف له إلا هو الله الذي يكشف الشان كادي ما بيتسوي لك شي predominant ودي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والحلى الله عليه وسلم قال من تعلق تنيه فقد أشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تنيه فلا أتمبى الله له مرة أنا بتكلم في الكلام ذهو في الحلقة ذي قلت يا جماعة زول اللي بقول الحجبات بتدينا الرزي قوله بترفع عنه نظر وجبت الآية دي ويمسسك الله بضر فلا كيشف له إلا هو قال دي سبب يا جماعة دي شوفها بقوله يقول لك سبب السبب ده الرسول عرفه ولا لا ما ده سوف في الشريعة القرآن ما من الشريعة السبب في الشريعة ده النبي عرفه ولا لا إذا قلت لي ما عرفه لا دمام دمامي شريعتنا شوف دي شريعة وين شريعة إبليس شريعة الهند شريعة يا تنصيب الزمان إذا قلت لي من شريعتنا نقول لك جيب وين في البخاري في المسلم النبي علق حتى لو قرآن النبي علق الصحابة علقوا أبو بكر علق عمر علق صحابة واحد جيبوا ما في ما في ده أمر محدث ما من الدين بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لحاجات فيها الحفظ فيها الحفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والناس طبعا نحن منديك إن شاء الله حاجة أول شيء الأشيد بيكون سبب في جلب النبي عليك وإبعاد الضر عنك سبب وإلا فالكاشف للضر هو الله والجالب الخير هو الله ومن الشريعة لا ذلك من الجريش لا تعريفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال لم يضره شيء بالله الله الذي يحفظ الإنسان بهذا الزكر الذي علمنا له رسول الله ما في عجاب دي أسكار عرفة واردة سابتة عن النبي صلى موش أوراد منجورة نجرشيك طريقة دي إن الحمد لله مكتملة اليوم وأكملت لكم دينكم ما في ويرد جديد ما والله ده ويرد الطريقة الفلانية وين ويرد النبي يا زول ربنا رسل ليك صعب الطريقة ربنا رسل ليك الرسول صلى الله عليه وسلم ويردك بخير فلا راد لفضله في رسل جايك في دكانك يا زول في عربيتك ما في عارض زي الناس يقول لك دي العوارض ما في زول بمنع منك لأنه دي ربنا كاد بوليك فلا راد لفضله مبرد أحد منك فهو يأتيك يأتيك لأنه أراده الله لك خط اليقين ده وتوكل على الله النبي صلى أيضا في الحديث من قال بسم الله من قال حزبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال كفاه الله من كل شر أو من كل شيء ذكر عجيب وعظيم ووارد على النبي والذي يكفي كما بيّن هنا هو الله جل وعسى وأنا أحتزر للإطالة في الحديث فجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع نقدم أخونا خالب أليم يسر وصية القحطان لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان